هاي للكيل. كيفكم وانشاء الله تكونوا بقالب خير وانت عم تشوفو الفيديو اليوم اليوم بهذا الفيديو رح هنجرب عشرين نوع شوكالة تحذير بعد ما تشوفوا هاد الفيديو، رح تشتهوا تاكلوا شوكالة لهيك جيبوا شوكالة قبل ما تشوفوا هاد الفيديو المهم رح هنجرب عشرين نوع لا تarded، لا تتقافوا، لا استكلوا كلهمでも هنجربوا بصراحة هالفكرة ايجتني لانا بالفترة الماضية رحظت انا انا ما باكل كثير شوكالة ما بعرف إذا كرت الشوكالة على غفلة يعني ما بعرف شو القصة بس ما عم بأكل كتير شوكالة فخطرت لي هاي الفكرة وحستها فكرة هك مميزة وقالت يلا بعملها إنه رمضان منأكل كتير وهيك بس قبل ما قبل ما نبلش بالفيديو لازم نذكركم بالمسابقة لا تنسوا تشتركوا بالمسابقة لتربحوا تابلت متل هارد شروط المسابقة كتير سهلة تحت الفيديو في زر مكتوب فيه اشتراك أو سبسكرايب بتغطوا عليه هاد أول شرط وأهم شرط خلصتوه تاني شي لايك لهذا الفيديو تالت شرط كتبوا لي تعليق تحت تكتبوا اللي بيتكن يا ولكن أهم شي تتركوا لي يا إيميلكون اللي اتواصل معكم بأسرع وقت عن طريقه وطبعا رح أهلون عن الرابح بفيديو بكرة إن شاء الله وهلا خلونا نبلش بالشوكالاتات خلت هاد أول نوع اللي هو ملك دودس هك شي خلينا نجرب عنا عشرين نوع لازم نخلص بسرعة هم كتير طيب عنا جد كتير طيب بس بيعلق بين الأسنان اللي بعده رح نجرب هاد ووبرس أو هيك شي بسه بدوائر دوائر مثل هيك من جوا فيه بسكوت أو بسكويت هلا الشوكالة بالعادة بتكون حلوة بس هو كتير حلو زيادة عن اللزوم يا رو طبعا شكله مثل الحجر أو صخور وريحيتها تكون سوداني هنا راسمين بره فول سوداني وعليه شوكولات صراحة هاد النوع كتير حلو بس بنفس الوقت حلو على خفير وطيب واللي بيحب الفول السوداني بتحبوله جوات هاي العلبة في شي بيشبه ال M&M's بس بظن ان الشوكولات بتختلف تنجرب كيف صغار؟ الشوكولات غير بتختلف عن ال M&M's بس منيحة ماشي حالة بما قلنا حكينا عن M&M's لازم نجرب هاد النوع من M&M's البوكس يعني او التعليب لقلو غريب فقلت خليني جيبو نجربو مش M&M's التقليدي اللي بعده راح نجرب هاد الشي بانشا كرنش او فكشي وبيني بينكن صارت تحب هاد النوع من الفيديوهات اني جرب شغلات او اكل خصوصا اكلات اه قدامي الكاميرا لانه بيجمع شغلتين انا بحبن الاكل والتصوير خلان نجربو بسكوت وشوكولات بس شوكولات مرة وفتحون كثير صعب بياخذ وقت شو هاي شو هاي شوكولات من برة جوات شوكولات بادع وشوكولات الحليب ما حبيت المكس ابدا طلع انه فيها عصر فحسات شوكولات مع عصر ما عجبني الخالي بعد هرشي راح جربو بس هاد بيختلف انه شكله كثير بيختلف خطف و travaillه تليب وكرشة بيختلف فجبت نوعين منهم مختلفين رحجرب هي طبعا أكلت نتفة نتفة صغيرة هاي هم الآن في الزبط الفور السوداني بس بالشوكولات البيضة طيبة جد طيبة سبحان الله الشوكولات العادية أبدا ما بيضة هاي عكسها تماما كتير طيبة يا حنا شوها هاي مرسوم عليها من بره انه قطع شوكولات و جواتها في مثل كراميل او هايك شي خلينا نشوف شو في جواتها الله يشتور أنا حاسة في جواتها بسكويت من شكلها تعرفوا جواتها مثل الزجاج تخيلوا معي الزجاج على شكل الزبط الفور السوداني وفوقه في شوكولات وكتير قاسية بحيث بتوجع لسنانكم كتير والسامكم كمان هو جونيور منتس اللي هي شوكولات بالنعناع وعنا هاي اول مرة افجرب الشوكولات بالنعناع اصو ما بعرف شو رحي ستناني فخليه غالبا دغير بتدوب دغيرها بتحتها بتمك كأنها عالكة ما ينزحوا هدول ما في شوكولات رحي سجرب هاد اللي هو اورغانيك وكمان بالنعناع بما انه جربت هداك نعناع خليني اخلص ان النعناع فرد مرة وجربوا كله مع بعض هي شوكولات غامقة دارك توكولات وكمان بالنعناع هي الدارك توكولات هيك هيك مرة شوال فتخيلوا مع نعناع شو حيكون شكله او طعمه اللي بعد هاد النعو عم نزلينو على احتفالية 4th of july بامريكا سيجرب هاي هاي الشوكولات اللي رح جربها مثل راسمية مثل ثمر عليها من برا ما بارد بزهيه بالثمر لا 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 مش بالثمر بالزبيب صحين سو ستدريب فوق الزبيب في شوكولات عم جديد طيبة طيبة مليحة يا انطتيب طبعاً هلا احجوا الدوق دوق مثل القلاقسي اللي موجودة عند العرب هللا الغريب بها مش دوق العاديه هاي دوف بال فراولة والكرامبيري دوقيو انا كتير بحب الكرامبيري مو, طعمه حامض شوكولات حامضة كيف ما بعرف بس طعمها طيب تجرب هاي انا كتير متشوقة لهاي لانه بالكراميل انا كتير بحب الكراميل او نجحة الكراميل فلان طيبة ولكن كتير تقيلة وكمان بتفوت بالسنانة وانا بكره الشوكالة اللي بتفوت بالسنانة اللي بعده راح نجرب هاي اللي بتشبه اوريو بس هي مش اوريو قش عم بيغشوني طعمها بالنعنى مية بالمية نعنى اللي بعده راح نجرب هاد اللي هو هرشيز بس فيه كراميل من جوه فيعني المفس اللي انا بحبه انا بحب هاد النوع من الشوكالة وبحب الكراميل انترقه الشوكالة المفضلة عندي بين كل هدول الهلا ما خلصنا بس انه هاي كتير طيبة بالكراميل وشوكالة وما بتعلق بالسنان يعني ما بتفوت بالسنان كتير طيبة طبعا بعد ما اكلنا كل هالانواع من الشوكالة لازم ننهي بشي صحي فاخترت هاي الشوكالة الصحية ورح انهي فيها يعني صحي كيف بتتوقعوا طعمه فاش الحال وهيك بنكون جربنا 20 نوع شوكالة 20 نوع شوكالة كل الشوكالات اللي جربتون انواع جديدة وانواع غريبة يعني حتى الشوكالة النوع اللي بعرفه ما جبت الاساسي جبت الشغلات الغريبة اللي مش مجربتها وجربتها قدامكن اذا بتسألوني اكتر نوع حبيته بقلقون اللي بالكراميل لشي بالكراميل انا بحبولا هيك حبيت كل اللي بالكراميل اشتركوا بالقناة واشتركوا بالمسابقة رح اعلن عن الفائز بكرة وانا نور بحبكم خيرات الله وبشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله باي باي